بصوا جماعة اختصار في الموضوع ده الناس اللي بديه بنادي الزمالة دلوقتي ناس محترمة جدا عن اقتناع جدا بيهم بصراحة لو فيه امكانية لو سمحتوا لو فيه امكانية مباراة الاهل يوم التلات تتلعب لصالح للصالح العام افرح او لو الزمالك بكرة طلع بين كده قالك للصالح العام ولصالح كرة القدم المصرية هنتنازل عن قراراتنا في البيانة السابق هنتنازل لمصلحة الرياضة المصرية وهنلعب مباراة الاهل لو سمحتم كفايانة احنا تعبنا اعرف انا بعد ما هخرج من الحلقة النهاردة وكلمتين دول حد اسمها هاي يقول لي الناس هشوف انا في التعليقات دي على الفيديوهات انا بشوف الكلام ده يا عم شوف ده جيه على الزمالك لاي عم شوف ده جيه على الكرة على الرياضة يا عم جيه بصيرة الاهل ده عارف احنا ليه منخش نتحط كلنا في الموقف ده عشان طول الوقت احنا في ازمات وفي مشاكل انا احب انا شخصيا كده احب بي اتكلم في الكرة بس بس الحدث اللي احنا عايشينه والايام اللي فات دي كلها مشاكل وازمات لو سمحتم لعبوا المباراة عشان يعني نادي الزمالك يبقى وكان وسيبقى نادي عظيم وكبير ومصلحة الكرة للقدم المصرية تهمه زي ما تهم كل الاندية الكبيرة في مصرح كل الاندية عم تا مباراة دي لازم تتلعب انا يا جماعة فاكر 2020 فاكرين الصورة بتاعت لقبت الاهل لما كانوا وقفين في الملعب والزمالك ما وصلتش ساعة قصة الاوتوبيس والحكاية اياها دي تمام؟ الصورة بتوجع يا جماعة ده مطش الاهل والزمالك ده اللي بنتفشخر بيه قدام العالم كله احنا عندنا الاهل والزمالك احنا عندنا اهم دربي في القرى الافريقية والوطن العربي واحد من اهم الدربيات في العالم دي الصورة اياها سنة 2020 حاجة تحزن يعني يا جماعة ده احنا بص ده مطش الاهل والزمالك ده حاجة مهمة انا مش عايز بس اقفر في الكلام واروح في حاجة تانية بس ما ينفعش يبقى الموضوع بسيط كده وسهل لو سمحتوا بص يا نادي يا زمالك بص يا نادي يا اهلي بص يا اسماعيل يا مصر يا اتحاد احنا كلنا بنعاني من نظام الكرة في مصر بس اتعالوا احنا بمسئوليتنا كأندية كبيرة وعظيمة وتاريخية نشيل كرة القدم المصرية نبعد عنها الازمات والمشاكل والفضايح والحاجات اللي مش حلوة دي احنا اللي يعني نعينها قدام المسئولين اللي عن الكرة عن الكرة في مصر مش قادرين ابدا مش عارفين مش موهلين قدرنا لحد ما نشوف لها حل ما عرفش ازاي بس نشوف لها حل ما انا بقول مش عارف ازاي عشان تقريبا من سعب ما اشتغلت للشغلية دي من 20 سنة بقول نفس الكلام بنقوله يعني وبنكتبه وبنحكي فيه بس هو هو يعني والناس ما بتتغيرش ولو تغيرت بيجي الاسوأ فيه بس نقطة مهمة كمان زمالك لو ان شاء الله وده ما يحصلش ان شاء الله وده ما يحصلش لو ملعبش المباراة الاهل يوم الثلاث فيه عقوبات ما هيعتبر ده اسمه انسحاب للأسف يعني ففيه عقوبات العقوبات لو معنا الشباب العقوبات دي تعالوا نعرضها بحيث ان احنا نوضح برده السورة هتبقى عاملة ازاي لو اعتبر لو اعتبر فريق منسحبا واستكمل المسابقة تطبق عليه الجزاءات التالية توقع للغرامات المالية اعتبار نتيجة المباراة المباراة المنسحب فيها مهزوما اتنين لشيء خاص مع عدد ثلاث نقاط من رصيده بخلاف المباراة التي اعتبر فيها مهزوما واعاد ترتيب الفريق ضمن جدوى المسابقة معاقبة كل ما له صلة بقرار الانسحاب تبقى لتقرير الحكم والمراكبين ولإدارة المسابقة الحق في الاستعانة بما ترى في هذا الشأن طيب المادة تين وخمسين اذا اعتبر فريق منسحبا ولم يستكمل المسابقة توقع عليه غرامة مالية تبقى لفئات المسابقة اذا كان انسحابه في الدور الاول تلغى نتائج مباراةه السابقة ويعتبر كأنه لم يشارك في المباراة اذا كان انسحابه في الدور التاني تبقى نتائج مباراةه كما هي في الدور الاول بالنسبة للفرق الاخرى تلغى نتائج مباراةه التي شارك فيها في الدور التاني وكأنه لم يشارك في الدور الثاني اذا كان الانسحاب في اخر مباراة في المسابقة يعتبر مهزوما في المباراة وتوقع غرامة مالية تحدد إدارة المسابقة وهبوطه للدرجة أدنى وتقتص لجنة شؤون اللاعبين بالنظر في قهيد لعيب النادي المنسحب طيب ان شاء الله ما نوصلش للكلام ده خالص احنا عايشين بالاهل والزمالك وعايشين بالزمالك والاهل في كرة القدم المصرية نحبوهم ونحترمهم وعايزين مصلحتهم وعايزين دعموهم وعايزين مسندهم بملاية عارض بمصلحة كرة القدم المصرية وعايزين اللي فوق يعوا فكرة ان هم مسؤولين رئيس رابطة رئيس اتحاد رئيس لجنة مسابقات رئيس لجنة حكام يا جماعة حرام حرام نقعد سنين من عمرنا بنتكلم في نفس المشاكل والأزمات حرام والله